يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الثانية والستون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط إمامك ملحق فانوراما الظهور هذا هذا الملحق الملحق يشتمل على عدة عنوين تتناول موضوعات مهمة جدا ترتبط بواقعنا الشيعي المعاصر تم الكلام في العنوان الأول دجال سجستان قطعا كان الكلام مجملا ومختصرا وإلا فإن الموضوع إذا أردت أن أذهب في جميع اتجاهاته سيحتاج إلى عدد كثير من الحلقات لذا فإنني عرضت عرضا إجماليا في ما تقدم من حلقات هذا الملحق وكان الكلام في سبعة أجزاء في هذه الحلقة سأنتقل إلى عنوان جديد حوزة الحمير إنني أتحدث عن الحوزة الطوسية في النجف وكربل تستكثرون هذا الكلام تلك مشكلتكم استبروا علي ستعرفون الحقيقة وستعرفون أن الحوزة هذه هي حوزة الحمير بدرجة مئة بالمئة وأتحدث عن الكبار وعن كبار الكبار قبل الصغار حين أقول من أنها حوزة الحمير لا أستثني أحدا على الإطلاق لا أستثني أحدا إنها حوزة الحمير بامتياز حينما أقول لا أستثني أحدا لأن المنهج واحد والمنهج منهج حمير سأثبت ذلك لكم إن لم أثبت ذلك لكم فأنا الذي أستحق وصف الحمار وعلى عينك يا تاجر سأطرح الحقائق بين أيديكم بالأدلة الدامغة والوثائق الواضحة وكما قلت قبل قليل إنني سأتحدث عن كبار الكبار لكنني في هذه الحلقة سأضع بين أيديكم الميزان الذي أتبعه لأنني حين أصف حوزة النجف وكربلاء بحوزة الحمير مبتدئا بمراجعها ومن المراجع الذين يوصفون بأنهم الأعلى وأتحدث عن الأموات والأحياء على حد سواء والكلام هو سيكون بخصوص القادمين لأنهم على المنهج نفسه المشكلة في المنهج وليس في الأشخاص إنما تتحقق المشكلة في الأشخاص حينما يتبعون المنهج فإن الذي يأتي إلى حوزة النجف وكربلاء ليس حمارا لكنه حينما يدرس فيها سيصبح حمارا إنني أتحدث عن الحمار البشري وإلا فإن روث روث الحمار الحيواني أفضل من عمائمهم الإبليسية العباسية الطوسية الطوسية القذرة فأنا لا أتحدث عن الحمار الحيوان إنما أتحدث عن الحمار البشر عن هذا الكائن البشري الممسوخ الذي مسخ حمارا بسبب اتباعه للمنهج الطوسي الشافعي المرجعي البتري القذر سورة الجمعة هي التي علمتني من أن رجال الدين على صنفين هناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار رجل الدين الإنسان إنها الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هذا هو رجل الدين الإنسان وهو الذي يصنع وهو الذي يصنع الإنسان بحسب برنامجه بحسب قرآنه بحسب عترته هذا هو برنامج محمد صلى الله عليه وآله هنا مصنع الإنسان الصانع والمهندس والنحات الذي ينحة الإنسان محمد صلى الله عليه وآله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا حميرا وكانوا أسوأ من الحمير لكن محمدا هو الذي أدخلهم إلى مصنع الإنسانية حيث يصنع الإنسان في مصنع محمد صلى الله عليه وآله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا هو برنامج صناعة الإنسان بحسب محمد صلى الله عليه وآله الذي يصنع في هذا المنهج هذا هو رجل الدين الإنسان أما رجل الدين الحمار الآية الخامسة بعد البسملة هي التي تخبرنا فتقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار وهذا المثل لنا وليس لليهود لأن القرآن لنا وليس لليهود إنما هو مثل جرى في الأمم الماضية وسيجري في هذه الأمة دقق النظر في هذا المثل الآية تتحدث عن الأحبار والحاخامات الذين حملوا التوراة الصحيحة وليست التي بين أيديهم اليوم القرآن يتحدث هنا عن التوراة الصحيحة عن التوراة الأصل إذن هؤلاء معلوماتهم صحيحة التوراة صحيحة لكنهم لا يفقهونها لا يدركون حقيقتها فما بأهلكم بمراجع النجفي وكربلاء الذين معلوماتهم ليست صحيحة وحق الزهراء سأثبت ذلك لكم من كتبه ومن ألسنته وحق الحسين سأثبت ذلك لكم إذا كان أحبار اليهود وصفوا بأنهم حمير الحديث هنا عن رجل الدين الحمار الذي هو حمار بحشري الحمار البحشري لا يمكن أن نقايسه بالحمار الحيواني الحمار الحيواني لا يذن لا يذن الله خلقه هكذا ولكن الحمار البشرية هو الذي يذن لأن الله ما خلقه حمارا وإنما سلم نفسه لحمير أخرين فمسخوه وساعدهم في مسخ نفسه هذا هو الحمار البشري فأحبار اليهود معلوماتهم صحيحة أتحدث عن الآية حينما كانت التوراة صحيحة وهم تعلموها ولكنهم لا يفقهونها لا يحرفون كيف يتعاملون معها ولا يعملون بها بشكل صحيح من هنا وصفوا بأنهم حمير مراجع النجف وكربل معلوماتهم ليست صحيحة ويضيفون إليها إلى المعلومات غير الصحيحة يضيفون جهلهم جهلهم وغباءهم وتخلفهم سيكونون حميرا أس اثنين وربما أكثر سيتضح هذا لنا جليا إذن سورة الجمعة تحدثنا عن رجل الدين الإنسان وهو الذي يمتلك المعلومات الصحيحة ويعرف كيف يتعامل معها بشكل صحيح وحين ينفذها على أرض الواقع ينفذها بشكل صحيح مثل ما يريد صاحب العلم الأصل مثل ما يريد محمد وآل محمد أما رجل الدين الحمار بحسب الآية معلوماته صحيحة لكنه لا يفقهها ولا يعمل بها بشكل صحيح أما مراجع النجف وكربل فمعلوماتهم ليست صحيحة ليست صحيحة ويسيئون فهمها ولا يستطيعون تمييزها من أنها ليست صحيحة فيكون خطأهم مركبان ويكون ابتعادهم عن الحق مضاعفان بالضبط مثل ما قال إمام زماننا فالرسالة التي وصلت إلى المفيد سنة أربعمية وعشر للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة أكثر علماء الشيعة ومع عرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم الكثير هذا في سنة أربعمية وعشرة ماذا نقول الآن ونحن في سنة ألف أربعمية وخمسة واربعين للهجرة ومع عرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا لقد ذهبوا بعيدا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون دجالون السفلة منحرفون منحطون هؤلاء هم الحمير الذين أتحدث عنهم وسأثبت ذلك لكم بل وثائق القطعية التي لا تقبل الشك لكن ليس في هذه الحلقة وإنما في حلقة يوم غد وما بعدها هذا هو مراد من حوزة الحمير قطعا السورة أشارت إلى مثال وإلى مصداق في هذه الأمة في زمان رسول الله إنهم الصحابة فإن أكثر الصحابة بحسب سورة الجمعة يوصفون بهذا الوصف لأنهم حملوا القرآن حملوا المعلومات الصحيحة لكنهم ما كانوا يفقهون إنها آخر آية في السورة وإذا رأوا تجارة أو لهو أنفضوا إليها وتركوك قائما محمد صلى الله عليه وآله بنفسه بنفسه هو الذي يحملهم علمه ومعرفته إنها صلاة الجمعة إنها صلاة الجمعة ونبينا الأعظم قائما يحدثهم يخطب فيهم لما سمعوا صوت الطبول والدفوف خرجوا خرجوا تركوا النبي لن أقرأ من كتبنا هذا هو صحيح البخاري من صحيح البخاري صحيح البخاري وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها طبعة الأولى 2004 ميلادي البخاري توفي سنة 256 للهجرة إنه الكتاب الخامس والستون من كتب صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن في الصفحة الثالثة والتسعين بعد الثمانمائة الباب الثاني والذي عنوانه وإذا رأوا تجارة رقم الحديث أربعة آلاف اثمانمائة أو تسع وتسعين بسند البخاري عن جابر بن عبد الله إنه الأنصاري الذي نعرفه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال أقبلت عير يوم الجمعة عير قافلة قافلة من الجمال والنياق تحمل بضائع قافلة تجارية وكان معروفا إذا ما جاءت قافلة إلى المدينة لأجل أن ينبه أهل المدينة فإن بعضا من العبيد والجوار يسبقون القافلة يضربون على الدفوف ويغنون ويرقصون فهؤلاء كانوا في مسجد النبي أتحدث عن الصحابة الحمير بحسب موازين القرآن وكان النبي يحملهم صلى الله عليه وآله هذه خطبة رسول الله في صلاة الجمعة يجب الاستماع إليها ويجب التدبر فيها حينما سمعوا الدفوف وصوت المغنيات خرجوا من المسجد خرجوا يتراكضون وتركوا رسول الله هؤلاء هم الصحابة العظام الذين يأخذوا أتباع السقيفة بني ساعدة دينهم منهم كيف يكونون موطنا للإطمئنان كيف يطمئن إلى هؤلاء نحن نتحدث عن أكثر الصحابة هكذا يحدثنا البخاري أقبلت أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر هل القوم بتريون الصحابة بتريون والتابعون بتريون والبخاري بتريون القوم بتريون فدينهم أبتر أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس الناس هم الصحابة إلا إثنى عشر رجلا الصحابة كلهم خرجوا في رواياتنا فإن العدد أقل من ذلك لا أتحدث عن رواياتنا هذه رواية البخاري أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا إثنى عشر رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضه إليها هؤلاء هم الحمير وأكثر استحمارا من أحبار اليهود أتعلمون لماذا لأن النبي قد حملهم القرآن والتوراة تأتي في سياق هيمنة القرآن القرآن يهيمن على كل الكتب التوراة من فروع القرآن التوراة من تجليات القرآن فإذا كان أحبار اليهود قد حملوا التوراة وأساءوا فهمها ولم يعملوا بمضامينها بنحو صحيح وصفهم القرآن بأنهم حمير يحملون أسفارا فماذا سيقول القرآن عن هؤلاء عن الصحابة الذين حملهم سيد المرسلين حملهم القرآن وحملهم الأمانة المحمدية ولكنهم هكذا يتعاملون مع محمد صلى الله عليه وآله هؤلاء أكثر استحمارا من استحمار أحبار اليهود أعتقد أن الصورة واضحة أما مراجع النجف وكربلاء فإن استحمارهم مضاعف ومضاعف ومضاعف لأن أحبار اليهود حينما حملوا التوراة حملوا التوراة الصحيحة معلوماتهم صحيحة مراجع النجف وكربلاء يحمل بعضهم بعضا المعلومات المعلومات غير الصحيحة ثم يفرعون ويشققون فيها إن استحمارهم مضاعف وحق الزهراء الطاهرة البتول سأثبت ذلك لكم من كتبهم من كتبهم وأتحدث عن الكبار وعن كبار الكبار عن أولئك الذين يقولون عنهم أساتذة المراجع سادة التحقيق سأحدثكم عن هؤلاء وبالأدلة الحسية القطعية إذن هذا هو عنواننا حوزة الحمير إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء نذهب إلى فاصل هذه الحلقة مثل ما قلت لكم قبل قليل سأعرض فيها الميزان الذي نزن به الذين يقولون نحن مراجع نحن فقهاء نحن علماء والبداية من الكتاب الكريم إنما أحدثكم عن الكتاب الكريم كي تعرف بعد ذلك جهل المراجع الطوسيين بدين العترة الطاهرة بمعارف الكتاب والعترة المعصومة سأبدأ من هنا من حديث القرآن عن نفسه القرآن يحدثنا عن نفسه وقد حدثنا القرآن عن نفسه في عدة مستويات هذا مستوى من المستويات في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات القرآن هو الذي يحدثنا عن نفسه فيه آيات محكمة محكمة وفيه آيات متشابهة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في سورة هوت ماذا يقول القرآن عن نفسه إنها الآية الأولى بعد البسملة كتاب كتاب أحكمت آياته كل آياته محكمة في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هناك آيات محكمة وهناك آيات متشابهة ذلك أفق من الآفق هذا أفق آخر كتاب أحكمت آياته فكل الآيات محكمة ثم فصلت أحكمت وفصلت والتفصيل أكثر من الإحكام إذن في سورة آل عمران هناك آيات محكمة وهناك آيات متشابهة أما في سورة هود فإن الآيات كلها محكمة بل مفصلة والتفصيل أقوى وأمتن من الإحكام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وماذا نقرأ أيضا في سورة الزمر إنها الآية الثالثة والعشرون بعد البسملة الله نزل أحسن الحديث وأحسن الحديث هو القرآن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشافيا كله هكذا يحدثنا القرآن عن نفسه هل آيات الكتاب متناقضة هذا الكلام لا ينسجم مح كتاب الله كتاب الله آفاقه متعددة وهذا لن تجدوه إلا في ثقافة العترة الطاهرة لن تجد الحلول الكاملة والعلاج الناجع الواضح إلا عند محمد وآل محمد إلا عند علي وآل علي إلا عند فاطمة وآل فاطمة الحل الناجع البلسم الشاف عند هؤلاء وليس عند غيرهم القرآن ليس متناقضا هذا جميل بلاغته إذا أخذنا هذه الآيات واقتطعناها اختطاعا قد توحي بمعنى التناقض لكننا إذا تمسكنا بالكتاب والعترة معا مثلما وصانا رسول الله ما إن تمسكتم بهما معا في كل الأزمنة في كل الأمكنة في كل المراحل العقلية وفي كل المنازل القلبية وفي كل المسالك الروحية إذا كان التمسك دائما دائما مستمرا متسقا متناسقا مستوسقا فإن النتيجة واضحة قد أعطانا محمد الأعظم صلى الله عليه وآله أعطانا ضمانا بذلك ما إن تمسكتم بهما لن لن للنفي التأبيد لن تضل بعد أبدا فجاءنا بلن النافية نفيا تأبيديا وقيد الكلام بقوله أبدا أضاف قيد التأبيد مرة أخرى ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا هذا هو القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران يخبرنا عن أن آياته منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه وفي الآية الأولى بعد البسملة من سورة يهود يخبرنا من أن كل آياته في غاية الإحكام والتفصيل في غاية الإحكام كتاب أحكمت آياته وبعد ذلك فصلت وهنا في سورة الزمار في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إلى آخر ما جاء في الآية إنني أذهب إلى موطن الحاجة لضيق الوقت فالقرآن يصف نفسه تارة بأنه يشتمل على محكم ومتشابه وتارة يصف نفسه بأنه محكم بأنه محكم بتمامه وكماله ومفصل في الوقت نفسه محكم ومفصل وفي مقام آخر يصف نفسه بأنه متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في مقام آخر تلكم الآيات التي قرأتها عليكم من سورة آل عمران من سورة هود من سورة الزمر تصف القرآن في مستوى واحد ولكن من حيثيات متعددة إنها ناظرة إلى سياق العبارة إلى التراكيب اللفظية حينما يكون النظر موجها إلى كل آية بحسبها هناك مستوى آخر يتحدث فيه القرآن عن نفسه في سورة الزخرف في الآية الثالثة والرابعة بعد البسملة إنا جعلناه قرآنا عربيا الكلام هنا عن المصحف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ومر الكلام بخصوص هذه الآيات في الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج نفسه لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه هذا الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم بحسب تفسير العترة لقرآنها فإن الكلام هنا عن علي عن علي عن علي عن علي عن علي عن علي قد تلاحظونني أنني لا أستعمل كلمة الإمام حين أتحدث عن أمير المؤمنين إنني أقول علي علي لأن الإمامة شأن من شؤونه حينما أصفه بهذا الوصف إنني أسيء إليه إنني أسيء إليه أنا لا أمنع الآخرين من هذا لأنني أحدثكم عن الذي أعتقده لا شأن لي بالآخرين ولا أعد قول الآخرين حينما يصفون أمير المؤمنين بالإمام لا أعد قولهم خطأا لكنني لا أستعمل هذا الوصف لأن الإمامة شأن من شؤونه هو أوسع من الإمامة علي أعظم من كل هذه المعاني وأعظم من كل الذي يدور في ذهني مثلما أقول الله مثلما أقول الله ولا يحتاج الله إلى أوصاف فهذا وجه الله علي وجه الله علي وجه الله وإنه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم عطر علي يفوح من هذه الآية بحسب تفسيرهم لقرآنهم بحسب تفسيرهم لكتابهم هذا فإن الآية في علي في علي في علي لا أريد الوقوف طويلا عند الآيات لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب هو 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 علي علي هو هو علي إنها سورة البقرة بعد البسملة ألف لام رموز رموز هذه الرموز تشير إلى حقيقة عظيمة ذلك الكتاب لا ريب فيه هكذا يقولون في تفاسيرهم من أن ذلك الكتاب تشير إلى القرآن وذلك للبعيد إنها تشير إلى منزلة عظيمة عالية بعيدة جدا لهذا الكتاب كلام سخيف سخيف إلى أبعد الحدود دقق النظر في الآيات ذلك الكتاب الكتاب الحقيقة الجامعة وكتب جمعة وقيل للكتابة التي تكتب بالأقلام قيل لها كتابة لأن الكاتب يجمع بين الحروف ويجمع بين الكلمات ويجمع بين السطور ويجمع بين الصحائف حتى يتكون الكتاب عملية جمع كتب في لغة العرب جمع ومن هنا فإن مجموعة الجند يقال لها كتيبة ويقال لمجموعات يتشكل منها الجيش الكبير كتائب ذلك الكتاب الإشارة إلى حقيقة جامعة إنها الحقيقة التي ذكرت في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أمير المؤمنين هو الذي يقول في كلماته من أنه هو هذا الإمام المبين علي هو الإمام المبين الذي جاء ذكره في هذه الآية في سورة ياسين وكل شيء هذا المصحف شيء من الأشياء التي أحصيت في علي وإمامته علي شيء من الأشياء التي أحصيت في علي علي أوسع من كل هذه المعاني ولذا نخاطبهم نخاطب محمدا وآل محمد في زيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم المضمون هو هو كيف ذل كل شيء لهم لأن كل شيء يتعلف من أشياء وهذه الأشياء هي جزء جزء من ساحة ولايتهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذا هو الكتاب الذي جاء مذكورا في أوائل سورة البقرة ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين انظروا في الآيات الآية هكذا تقول ذلك الكتاب هناك حقيقة هذه الحقيقة هي التي لا ريب فيها وهي التي تكون هدى للمتقين حقيقة قائمة بنفسها ذلك الكتاب ذلك الكتاب تلك هي الحقيقة تلك هي الحقيقة المنفردة القائمة بنفسها المتشخصة بذاتها ذلك الكتاب لا ريب فيه أولا هدى للمتقين ثانيا وانتهى الكلام في الآية من هم هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك إنه المصحف إنه القرآن المنزل والمكتوب والمجموع فيما بين الدفتين فلن يكون الكلام مستقيما ومنسجما إذا كانت الآية قالت ذلك الكتاب تعني به هذا المصحف وبعد ذلك تعود الآيات كي تتحدث عنه في هذا السياق لا يكون الكلام بليغا ولا يكون الكلام منسجما ولا تكون المعاني متسقة ومنتظمة بشكل صحيح ذلك الكتاب إنها حقيقة قائمة بذاتها راسقة بنفسها هذه الحقيقة لا ريب فيها وهي كما وصفها القرآن هدى للمتقين المتقون هؤلاء الذين تلك الحقيقة سببا لهداهم آثار هذا الهدى أين تظهر تظهر في أوصافهم الذين يؤمنون بالغيب هذه الأوصاف تأتي متفرعة عن الهدى الذي نالوه من ذلك الكتاب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الإيمان بهذا المصحف والإيمان بالكتب السابقة هذا جاء في سياقي يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يا علي محمد صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين يا علي يا علي أنت أصل الدين أنت أصل الدين هو هذا أنت أصل الدين سائر تفاريع الدين تأتي بعد ذلك في حاشية ولاية علي في سياق ما يتفرع عن معرفة علي وهذا هو ديننا هذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله محمد الأعظم آكذا يريد منا أن نفكر وحقائق القرآن هي التي تقودنا إلى هذه النتيجة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ماذا تقول أحاديثنا في جوامعنا الحديثية التفسيرية إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثالثة والثلاثين يحدثنا القمي بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الآية ذلك الكتاب لا ريب فيه قال الكتاب علي علي لا شك فيه الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين قال بيان لشيعتنا إلى آخر ما جاء في آيات سورة البقرة الصادق يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه الكتاب علي 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 لا شك فيه هذا هو مدار قرآن ومدار عقيدتنا نبتعد نعود إلى علي نقترب نلتصق بعلي نستيقظ فإننا في فناء علي ننام فإننا في رحمة علي علي كل شيء عندنا مثلما يقولون الشيعة من أنه حلال المشاكل لكنه يمثل المشكلة للآخرين علي هو المشكلة وهو الحل علي لم يكن قد صنع المشكلة بنفسه هم الذين صنعوا المشكلة بأنفسهم وإلا فعلي مثلما نعتقد نحن بأنه حلال المشكلات هعلي هعلي بشر بشر كيف بشر هعلي بشر بشر كيف بشر ربه فيه تجلى وظهر هو المبدأ شمس وضياء هو الواجب نور وقمر ليس يدري يا أمير الأمراء ليس يدري ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ماه يا أمير الوجود ليس يدري ليس يدري بكنه ذاتك ماه يا ابن عم النبي إلا الله ممكن واجب قديم حديث عنك تنفل أنداد والأشباه قلت للقائلين في أنك الله أفيق أفيق فالله قد سواه هو مشكات نوره والتجلي علي علي هو مشكات نوره والتجلي هذا هو أمير المؤمنين سر قدس سر قدس جهلتم معناه هو مشكات نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه أظهر الله دينه بعليا في وقع الأرض وعلى هذا التراب فوق هذا الصعيد أظهر الله دينه بعليا بعليا لا فتى إلا علي لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار أظهر الله دينه بعليا أين لا أين دينه لو لاه ممكن واجب قديم حديث يا أمير المؤمنين عنك تنفل أنداد والأشباه لا أريد أن أفتح باب الشعر والشعر يضيع يضيع حينما يقال في أفنية ألطاف علي لا الشعر بقادر ولا النثر بمقتدر أن يقترب من أفلاك حقيقة علي علي هو علي وسيبقى علي علي في ظاهره علي وعلي في باطنه علي مثلما يقول سيد الأوصياء كنت كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ظاهرا نذهب إلى فاصل إنها الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة النحل والخطاب والخطاب فإن الله فإن الله فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا مجملا فكيف يترك تفسيره لأعراب جفات بحسب القرآن بحسب القرآن استحمارهم أكثر من استحمار أحبار اليهود مر هذا علينا في سورة الجمعة لابد من مفسر مرتبط بنحو مباشر بالله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ومع ذلك فإن الآية تقول ولعلهم يتفكرون مع أنك أنت الذي تفسر لهم لكن ليس هناك من ضمان أنهم سيتفكرون ولعلهم يتفكرون فماذا نقول لهؤلاء الأغبياء الذين يفسرون القرآن من السقيفتين من سقيفة بني ساعدة أو من سقيفة بني طوسي على أي أساس أنتم تعبثون بالقرآن وهذا هو القرآن يتحدث عن نفسه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون هل بيّن رسول الله كل ما في الذكر القرآن والواقع يقول لا وألف لا لأن القرآن في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة النحل نفسها ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء فهل بيّن لنا رسول الله كل شيء القرآن القرآن يقول من أن كل شيء في هذا القرآن نحن لا نستطيع أن نجد ذلك رسول الله هو الذي يحيط بكل شيء ومن بعده علي وفاطمة ومن بعد علي وفاطمة أبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعاً ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء وماذا بعد وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فهل استطاع المسلمون أن يعرفوا كل شيء جاء مذكوراً في القرآن في أي مكان في أي كتاب في أي زمان من هو هذا الذي استطاع أن يحيط بكل شيء جاء في القرآن هذا الهراء الموجود في كتب التفسير هذه الكتب المسخرة أنني أشير إلى تفاسيري سقيفة بني ساعدة وإلى تفاسيري سقيفة بني طهوسي هذه الكتب المسخرة هي هذه التي تحيط بكل شيء من حقائق القرآن لا بد من وجود جهة تكون محيطة بكل حقائق القرآن ونزلنا عليك الكتابة تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين في الآية الرابعة والستين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتابة إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون دققوا النظر في الآية وما أنزلنا عليك الكتابة إلا إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه الجهة التي يرجع إليها فقط رسول الله لماذا؟ لأنه هو العالم بحقائق القرآن والأمر ليس مختصاً برسول الله فقط إذا ما ذهبنا إلى الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الراسخون في العلم جمع قطعاً رسول الله سيده فمن هم أولا؟ أولئك الذين تركوا رسول الله قائماً في مسجده وذهبوا يتفرجون على الراقصات والمغنيات هؤلاء هم مراسقون في العلم بحسب رواية البخاري فإن صحابة خرجوا بأجمعهم ما بقي إلا إثنى عشر رجلاً منهم بحسب البخاري بحسب رواياتنا فإن العدد يكون أقل من ذلك فهل هؤلاء هم الراسخون في العلم؟ أم الصحابة الذين أسئلتهم القرآن بيّنها إنها أسئلة بسيطة بسيطة جداً سألوا عن أمور دنيوية محدودة جداً والسؤال مثلما يكشف جوابه عن مستوى المسؤول يكشف مضمون السؤال عن مستوى السائل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذن هناك جهة هي مجموعة إنهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن هكذا نقرأ في سورة القيامة الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسمة وما بعدها إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا بحسب أحاديثهم بحسب تفسيرهم لقرآنهم إن علينا إن على محمد وآل محمد إن علينا جمعه وقرآنه وقرآنه وقراءته القراءة الصحيحة تأخذ منهم لا من ذلك اللوطي الخمير الذي يحشق الصبية يحشق الغلمان الغلمان الروق هكذا يصفونهم في كتبهم حينما يتحدثون عن الكسائي إنه أحد القراء السبعة لوطي إلى أبعد الحدود وخمير إلى أبعد الحدود حفظ هذا الذي نحن نقرأ قراءته المعروفة هذا رجل كذاب القراءة تأخذ من محمد وآل محمد لكننا أمرنا في زمان الغيبة أن نقرأ بما يقرؤون وإذا أردنا أن نفسر قرآننا يجب علينا أن نفسر قرآننا بحسب قراءة العترة الطاهرة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه القراءة من عندنا والجمع من عندنا جمع القرآن بهذه الهيئة لم يكن من العترة الطاهرة هناك جمع خاص به هذا جمع سقيفة بن ساعد وهذا أمر معروف فجمع القرآن بهذه الهيئة هذا جمع سقيفة بن ساعد جمع العترة قام به علي وجاءهم بمصحفه ورفضوه رفضه أبو بكر وعمر في أول خيانتهم لبيعة الغدير حينما نصب أبا بكر خليفة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وهو الذي تتحدث عنه سورة الرحمن بعد البسملة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولذا في حاديث العترة الطاهرة فإن هذا العنوان أتحدث عن عنوان الإنسان مخصوص بعلي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فبيان القرآن يأخذ من علي على هذا بايعنا في بيعة الغدير لني أقرأ عليكم من إقبال الأعمال لابن طاووس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان هذه خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم مواثيق بيعة الغدير من هذه المواثيق معاشر الناس معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة فوالله فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي وهو علي هذا كلام رسول الله هذا المثاق الذي بايعنا عليه في الغدير معاشر الناس معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهة فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو عليه إلى أن يقول صلى الله عليه وآله إني قد بينت لكم بحسب زمانه إني قد بينت لكم وفهمتكم ماذا بينت لنا يا أبا الزهراء وماذا فهمتنا إن كنا نفهم إني قد بينت لكم وفهمتكم هذا علي هذا علي يفهمكم بعد هذا هو المنطق العلوي الذي بايعنا عليه وهذا هو التفسير العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة غدير خم إني قد بينت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعد وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على بيعته والإقرار له إلى آخر ما جاء في الخطبة الشريفة بايعنا على هذا في بيعة الغدير وبايع المسلمون على هذا المسلمون أنكروا وغدروا وفجروا ألا لعنة الله عليه لكننا ندعي أننا بقينا ثابتين على بيعته فأين التحقيق العملي لبيعته عودوا إلى المكتبة الشيعية إلى كتب مراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء أو في غيرهما ماذا ستجدون في كتب التفسير وماذا ستجدون في كتب العقائد وماذا ستجدون في كتب الفتوى كل شيء يتناقض مع منهج علي صلوات الله وسلامه عليه كل شيء وقد أثبت هذا في مئات ومئات من الساعات إنها تتوفر على الشبكة العنكبوتية ويعرض الكثير منها على هذه الشاشة بالأدلة القطعية والوثائق الحقيقية الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان هذا علي هذا علي ولذا حين نقرأ في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه هذا البيان هو هو الذي تتحدث عنه سورة الرحمن إنها الآيات هي هي في سورة الواقعة الآية السابعة والسبعون بعد البسملة وما بعدها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون من هم هؤلاء هم هم الراسخون في العلم هم هم الذين عليهم بيان القرآن وبأيديهم جمعه ومنهم نتعلم قراءته هم هم لا يوجد غيرهم غيرهم أعراب أعراب العلم عندهم فقط يا كميل يا كميل يا كميل يا كميل أمير المؤمنين يقول لكميل وهو قول لي والهكم يا كميل لا تأخذ إلا عنه تكن منه لا تأخذ إلا عنه لأنك إذا أخذت عن غيرنا أخذت عن الأعراب أخذت عن الضلال يا كميل لا تأخذ إلا عنه تكن منه تكن منه نذهب إلى فاصل لا أريد أن أتشعب في الموضوع فإنني إذا ما قصدت ذلك سأذهب مع كثير من آيات الكتاب الكريم تصب في نفس هذا المجرى لكنني أريد الإيجازة والاختصار إنه عرض وبيان إجمالي للميزان الذي سنزن به الحوزة الطوسية التي وصفتها بأنها حوزة الحمير بهذا الميزان بميزان القرآن بالميزان الذي بيّنته لنا سورة الجمعة من تقسيم رجال الدين إلى نوعين هناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار وما أكثرهم كثيرون جدا زبدة القول زبدة القول زبدة القول هنا في سورة المائدة عند الآية السابعة والستين بعد البسملة من السورة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة القرآن بكله جزء من الرسالة والآية تبين لنا من أن الرسالة بكل أجزائها بتوحيدها ونبوة محمدها وبقرآنها وأسرار قرآنها تساوي صفرا من دون ولاية علي الآية صريحة أنا لا أخاطب نواصب سقيفة بني ساعد أنا أفترض في أنني أخاطب الذين يقولون نحن شيعة ونحن بايعنا بيعة الغدير من بديهيات الثقافة الشيعية هذه الآية هي آية غدير علي أمير المؤمنين حتى في كتب نواصب سقيفة بني ساعدة فإن الآية في غدير علي أمير المؤمنين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة فالرسالة بتوحيدها ونبوة محمدها وبقرآنها وأسرار قرآنها وبكل شؤون دينها وإسلامها كل ذلك يساوي صفرا من دون ولاية أمير الأمراء من دون ولاية علي والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا الكفر هو ألعن أنواع الكفر في الكتاب الكريم لأنه كفر بشيء من دونه تكون الرسالة تساوي صفرا ولذا فهو أشد أنواع الكفر هذا أشد من الكفر بالله لأن الإيمان بالله جزء من الرسالة والرسالة بكلها تساوي صفرا من دون ولاية علي هذا منطق القرآن إذا كان هذا لا يعجبكم تلك مشكلتكم هذا منطق القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين خلاصة خلاصة ما تقدم وخلاصة ما يأتي هنا كما قلت لكم قبل قليل في هذه الحلقة إذا إذا ابتعدنا نعود إلى علي وإذا اقتربنا نلتصق بعلي علي هو الذي يقول هو الذي يقول أنا الأول أنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا المحي وأنا المميت فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن صلوات الله وسلامه عليه سأذهب إلى أحاديث العترة الطاهرة هذا هو تفسير العياش جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية العياش كان معاصرا للكلين رضوان الله تعالى عليه لا نعرف بالضبط بنحو دقيق سنة وفاته هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في صفحة السادسة بعد العاشرة إنه الحديث التاسع ومر هذا الحديث علينا في الحلقات المتقدمة عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن وبها وبها نوهت الكتب ويستبين الإيمان هذا هو منهج العترة في تفسير قرآنها إن الله جعل ولا يتنى ولا يتنى أهل البيت قطب القرآن القرآن هو عنوان هو عنوان الحق والحق هو عنوان القرآن إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب عليها يستدير محكم القرآن وبها نوهت الكتب ويستبين الإيمان جابر الجعفي يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا جابر يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا ثم قال يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه من القرآن إن الآية لتنزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه نحن لا ننكر قاعدة السياق أتحدث عن السياق اللفظي في مستوى من مستويات التفسير لكن الحديث هنا يعطينا قاعدة هي قاعدة كسر السياق وحينئذ لا نستطيع أن نطبق هذه القاعدة إلا بالرجوع إلى أحاديثهم فقط وإلى قواعدهم في التفسير فقط يمكننا أن نلتزم بقاعدة وحدة السياق لأن هذا يجري مجرى ما عليه العرب في الكلام وما عليه النهس في الكلام في مختلف اللغات لكن أن تكون قاعدة عندنا أن يكسر السياق فهذا أمر نحن لا نستطيع أن نقتحمه إلا بالإستعانة بحديثهم وكلماتهم صلوات الله عليه يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا ثم قال يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه الإمام يشير إلى حقائق القرآن الصادق هو نفسه يقول من أن القرآن نزل على أربعة أشياء على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء إن الآية لتنزل أولها في شيء وأوسطها في شيء لا يوجد هناك وحدة للسياق لقد كسرت هذه القاعدة وحدة السياق في الآية وليس ما بين الآيات في الآية نفسها هذه معارض كلامهم وهنا هنا تتجلى الرمزية الإلهية القرآنية وهذا لا نستطيع أن نصل إليه إلا من خلال أحاديثهم والمعرفة بتفسيرهم لقرآنهم فأين هؤلاء الأغبياء في سقيفة بن طوسي عن فهم القرآن وفقا لهذا الأسلوب إن الآية لتنزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه الحديث الخامس عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه عن هذه الرواية وما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن وما فيه حرف إلا وله حد ولكل حد مطلع ما يعني بقوله لها ظهر وبطن قال ظهره وبطنه تأويله تأويله منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد يجري كما يجري الشمس والقمر كلما جاء منه شيء وقع قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نحن نعلم ومن غيركم ومن غيركم يا باقر العلوم قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نحن نعلمه إمامنا صادق صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ من الصفحة الرابعة والعشرين إنه الحديث الأول إمامنا يقول من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن سيقع فيها وهذا المضمون هو مضمون وصية رسول الله أن نتمسك بالكتاب والعترة من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن سيقع فيها يتنكب الفتن أي أنه يستطيع أن يتجاوزها لكن الإمام يقول من أنه لم يتنكب الفتن سيقع فيها في صفحة التاسعة والعشرين إنه الحديث الثاني عن هشام بن سالم عن إمامنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر تلك أكاذيب أعداء أهل البيت من أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر هذه أكاذيب نواصب سقيفة بن ساعد إذا أين دين الله ولماذا يترك الله دينه للإجتهاد كي يعمث به العابثون فهناك من يصيب ويؤجر وهناك من يخطئ ويؤجر إذا ما هو الفارق بين صواب والخطأ الفارق في مقدار الأجر أية مازلة هذه أية مزخرة هذه الذي يصيب يؤجر والذي يخطئ يؤجر هذا منطق الشيطان هذا منطق الشيطان ولا للرحمن من صلة به هذا منطق الرحمن من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر لأنه لم يأخذ العلم من منبعه الصحيح إنه أصاب مصادفة وإن أخطأ كان إثمه عليه هذا منطق العترة الطاهرة أما منطق نواصبي سقيفة بني ساعدة إن أصاب المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وهذه الثقافة منتشرة في الأوساط الشيعية الشيعة يرددون هذا الكلام لأنهم بعيدون عن دين العترة الطاهرة دين العترة الطاهرة هكذا يقول من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر وإن أخطأ كان إثمه عليه واستنباط الأحكام الشرعية هو تفسيره للقرآن تفسير لآيات الأحكام فمن أصاب في استنباط الأحكام برأيه من عنده كما يقولون اجتهد وأصاب لا يؤجر على ذلك وإن أخطأ سيؤثم من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر وإن أخطأ كان إثمه عليه الحديث السادس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الحكومة عن الحكومة عن الحكومة في تمييز الآراء مثل ما يقال لكبير علماء الحديث عند نواصب سقيفة بني ساعدة يقال له الحاكم الحاكم درجة علمية عالية في أجواء المحدثين مثل ما يقال الحاكم أن يشابوري مثلا إنها درجة علمية عالية جدا عندهم من حكم برأيه بين اثنين في أمور الدين أو الدنيا إذا نسب ذلك إلى الدين من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر لماذا؟ لأن الأمر منحصر بمحمد وآل محمد وهذا هو مضمون بيعة الغدير إذا أردنا أن نطبق مضمون بيعة الغدير في شؤون ديننا ودنيانا فهذه هي مضامين بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعد نأخذ الفهم من المنطق العلوي إمامنا الباقر يقول صلوات الله عليه ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر هذه الرواية تنطبق بالضبط على تفسير الميزان للطباطباء لأن الطباطباء صاحب تفسير الميزان فسر القرآن وفقا لهذا الأسلوب الذي نهى عنه أئمتنا صلوات الله عليه إنه يتبنى هذا المنطق أن يفسر القرآن بالقرآن بحسب اجتهاده في أحاديث أهل البيت هناك تفسير للقرآن بالقرآن ولكن بحسب قواعد تفسيرهم في منطق العترة الطاهرة نحن نفسر القرآن بالقرآن وفقا لموازينهم ونفسر القرآن بحديثهم ونفسر القرآن بقرآنهم وحديثهم مرة نفسر القرآن بالقرآن بحسب موازينهم ومرة نفسر القرآن بالحديث إنه حديثهم ومرة نفسر القرآن بالقرآن والحديث معا وكذلك فإن حديثهم يفهم بنفس هذا الأسلوب إننا قد نفهم الحديث بالقرآن وقد نفهم الحديث بالحديث وقد نفهم الحديث بالقرآن والحديث هذا هو منهج أهل البيت معارض كلامهم تتجلى عبر هذا الأسلوب الذي لخصته لكم بهذه الكلمات القصيرة أما هذا المنطق فهو منطق كفر كما يقول إمامنا الباقر صلى الله عليه أن يقوم مفسر بتفسير القرآن بالقرآن بحسب ما هو يرى بحسب فهمه فهذا كفر كما قلت لكم تفسير الميزان للطباطباء مصداق واضح لهذه الرواية ما ضرب رجل الطباطبائي هكذا فعل ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر نذهب إلى فاصل أقرأ عليكم من كتاب التوحيد للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثامنة والأربعين بعد المائتين إنه حديث طويل حديث مروي عن أمير المؤمنين الحديث الخامس أن رجلا أتى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال يا أمير المؤمنين إني قد شككت في كتاب الله المنزل قال له أمير المؤمنين ثكلتك أمك وكيف شككت في كتاب الله المنزل قال لأني وجدت الكتاب يكذب بعضه بعضا فكيف لا أشك فيه هذا هو مصداق من مصادق تفسير القرآن بهذه الطريقة أن يقيس بعض الآيات إلى بعضها وقد بيّنت لكم من أن القرآن تحدث عن نفسه فقال في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران من أن آياته منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه وفي الآية الأولى بعد البسملة من سورة هود من أن آياته محكمة بتمامها ومفصلة في الوقت نفسه وفي الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة من سورة الزمار من أن الكتاب بكامله كتاب متشابه لا بد أن نعود إلى بيعة الغدير بيعة الغدير هي نجاتنا لماذا؟ لأن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به فقال وقال أمير المؤمنين حتى وصل إلى هذا الموضع وهو يقول له فإياك فإياك أن تفسر القرآن برأيك لني أقرأ من الصفحة الثامنة والخمسين بعد المائتين فإياك فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء عن محمد وأهل محمد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء هم العلماء فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله إنه القرآن المصحف الشريف بنفسه إنه يشبه كلامنا إنا جعلناه قرآنا عربية فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشر كما ليس شيء من خلقه يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر ولا يشبه لا يشبه شيء من كلامه كلام البشر فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعاله وهناك فارق كبير بين هذين فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعاله فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل إذن أين نعطي وجوهنا إمامنا صادق يحدثنا عن أمير المؤمنين حيث يقول سيد الأوصية أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعين الله وجنب الله وأنا يد الله لأنت أنت لأنت أنت أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعين الله وجنب الله وأنا يد الله هذا هو اللسان الناطق عن الله هذا هو اللسان الذي ينطق عن القرآن إنه علي في صفحة نفسها إنها صفحة الستون بعد المئة الحديث المتقدم هو الحديث الأول من الباب الثاني والعشرين وهذا الحديث الثاني عن إمامنا الصادق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه الإمام يقول من جملة مقال له وأنا قائد المؤمنين إلى الجنة وأنا حبل الله المتين وأنا عروة الله الوثقى وكلمة التقوى وأنا عين الله ولسانه الصادق ويده إلى آخر ما جاء في كلام أمير المؤمنين هذا هو لسان الله من هنا يأخذ القرآن ومن هنا يأخذ الدين هذا علي يفهمكم بعدي هذه مضامين بيعة الغدير ألا تتفقون معي من أن الآيات التي تلوتها عليكم في أول الحلقة تتفق اتفاقا كاملا بدرجة مئة بالمئة مع مضامين هذه الروايات والأحاديث فالأحاديث تصدق الآيات والآيات تصدق الأحاديث إنه بناء مرصوص متكامل ما بين قرآنهم وحديثهم هناك حقيقة واحدة تتلخص في النقاط التالية علينا أن نتمسك بالقرآن وعلينا أن نفهم القرآن وعلينا أن نعود إلى محمد وآل محمد كي يعلمون كيف نتمسك بالقرآن وكيف نفهم القرآن علينا أن نأخذ القرآن منهم فقط وفقط وفقط وهذا هو الذي أردده دائما في أحاديث وبرامج من أن الدين له مصدران المصدر الأول قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم فقط والمصدر الثاني حديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم فقط لماذا؟ لأن الدين لغة نحن لا نفهمها لأن الدين لغة الله ولغة الله نحن لا نفهمها لغة الله تحتاج إلى ترجمة هكذا هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة نخاطب أئمتنا صلوات الله عليهم نخاطب محمداً وآل محمد إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجناء فنقوله مما نقوله في زيارة الشريفة ورضيكم خلفاء في أرضه وحججاً على بريته وأنصاراً لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعاً لحكمته وتراجمة لوحيه هذا الوحي يحتاج إلى ترجمة الذي يترجم عن الله محمد وآل محمد فقط لغة الله نحن لا نفهمها ولا نعرفها علينا أن نذهب إلى المترجم ومستودعاً لحكمته وتراجمة لوحيه الزيارة تتحدث بنحو عام عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في زيارة آل ياسي هناك حديث خاص عن إمام زماننا هذا هو المترجم الذي نحتاج إلى ترجمته في وقتنا هذا إنه إمام زماننا هكذا نخاطبه السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه هذا هو ترجمان كتاب الله نحن نخاطب قائم آل محمد صلوات الله عليه السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه تقولون إن الإمام غائب فكيف نحصل على الترجمة منه أقول لكم إنكم مخطئون إنكم مخطئون ومخطئون ومخطئون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يحدثنا إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الخطبة الخمسون بعد المئة في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة أمير المؤمنين يخبرنا عن إمام زماننا وعن فتن الغيبة الطويلة عن فتن الغيبة التي نعيش فيها ويصف الإمامة بأنه في سترة عن الناس والسترة هي الغيبة إنه مستور مستور عن الناس في سترة عن الناس لا يصر القائف أثرة ولو تابع نظرة القائف الذي له علم ومعرفة باكتشاف الآثار كي يصل من خلالها إلى صاحب هذه العثار فإمام زماننا في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثرة ولو تابع نظرة ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل والقين هو الحداد والناصل إنه السيف إنها الأسلحة الحادة ثم لا يشحذن فيها قوم في زمان الغيبة الطويلة ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين الناصل هناك من يشحذهم هناك من يجعلهم سيوفا إنها سيوف المعرفة وسيوف العقيدة السليمة هكذا يفعل إمام زماننا بأوليائه المخلصين تجلى بالتنزيل أبصاره ويرمى بالتفسير في مسامعه إذن فإن التفسير لن ينقطع في زمان الغيبة هذا كلام أمير المؤمنين يصلوا إلى الذين يستحقون أن يصل إليهم التفسير لكما يفعل هؤلاء الأغبياء في سقيفة بني طوسي يكتبون التفاسير ويتحدثون عن القرآن وهم لا صلة لهم بإمام زمانهم هذا هو مصدر التفسير تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الإمام يسقيهم الإمام الإمام يسقيهم كؤس الحكمة صباحا ومساء ويغبقون يسقون كؤس الحكمة عند المساء يغبقون عند المساء وعند الصبوح ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هذا هو مصدر التفسير في زمان الأئمة أحاديثهم وها هي أحاديثهم التي قرأت ما قرأت عليكم منها وفي زمان الغيبة هذا هو مصدر التفسير نحن لسنا موفقين أن نكون بهذه المنزلة هذه مشكلتنا هذه مشكلتنا إذن علينا أن نصحح مسارنا وإلا فإن مصادر التفسير متوفرة هكذا يقول أمير المؤمنين لست أنا إنه إمام زماننا في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النص تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح إذا وجهنا أنظارنا إلى مراجع النجف وكربلاء فإننا لن نجد واحدا منهم يمكننا أن نطبق جزءا من هذه الأوصاف على شخصه أو على تفسيره أو على استنباطه للأحكام الشرعية أو على فهمه لعقائده صار واضحا هذا منهج الإنسان مثل ما تقول سورة الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هكذا كان يفعل رسول الله هذا هو منهج صناعة رجل الدين الإنسان أما منهج صناعة رجل الدين الحمار هذا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارة الكلام هو هو في منطق علي صلوات الله عليه الذين تنطبق عليهم هذه الكلمات فهؤلاء هم الذين يمكننا أن نصفهم لأنهم على منهج رجل الدين الإنسان والذين لا تنطبق عليهم هذه الأوصاف فإنهم على منهج رجل الدين الحمار فهناك نوعان من رجال الدين هناك رجل الدين الإنسان وهناك رجل الدين الحمار هذا المضمون هو هو الذي في سورة الجمعة النبي في زمانه كان في مرحلة الحضور وليس في مرحلة الغيبة فكان يتلو عليهم آياته وكان يزكيهم وكان يعلمهم الكتاب والحكمة بنحو مباشر وبنحو غير مباشر عبر ألطافه وعبر تسديده لأوليائه المخلصين في زمن الغيبة فإن الاتصال المباشر ليس موجودا فهناك ألطاف الإمام التي قد تكون جلية في بعض الأحيان وقد تكون خفية في أحيان كثيرة جدا هكذا يخبرنا أمير المؤمنين عن هذه الألطاف أكانت جلية أم كانت خفية تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح مراجع النجف وكربلاء أساسا يرفضون هذا المنهج أساسا هم في حالة نفرة مع هذا المنهج ولم يخطر في بالهم أبدا أن يكونوا جزعا من هذا المنهج إنهم على منهج الحمير منهج الإنسان هو هذا هذا كلام علي وهذا منطق علي الذي هو هو منطق القرآن للحديث صلة فوقت الحلقة قد انتهى ولم يكتم الكلامي نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أسألكم دعاء جميعا في أمان الله شكرا